إسرائيل جهزت نفسها لتوجيه ضربة قوية ضد إيران في حال نفذت إيران هجومها الانتقامية ضد تل أبيب وهذا الأمر أصبح واضحا مما نشر في الثمانية وأربعين ساعتنا الماضية من العديد من المصادر الإسرائيلية مثل التايمز أو إسرائيل أو حتى القوة الجوية الإسرائيلية وظهرت فجأة الطائرات الحربية الإسرائيلية وهي تحلق بهذا الشكل بكافة أنواعها بتمرين كبير للغاية مع طائرة لتزويد الوقود كما هو واضح وهذا التمرين لم يكن مجدولا ولم يكن هناك أي انذار سابق بأن هناك أي مناورات عسكرية تريد إسرائيل تنفيذها فوق الأجواء الإسرائيلية وواضح جدا بأننا أمام العديد من الأنواع من هذه الطائرات نلاحظ على سبيل المثال هنا بأننا أمام طائرات الـ F-35I هذه من طائرات الشبح التي إيران لا تمتلك القدرة على عملية ضبطها إذا ما حلقت فوق الأجواء الإيرانية وكذلك أننا أمام طائرة البوينغ 707 وهي من طائرات تزويد الوقود وواضح كيف أنها تزود الوقود لأحدى طائرات الـ F-35I وكذلك نحن أمام أنواع أخرى من الطائرات تصبح نوعية هذه الطائرات أكثر وضوحا مع هذه الصورة نحن أمام طائرات الـ F-15 وإذا ما دققنا بطبيعة القنابل والصواريخ التي تحملها هذه الطائرات تحديدا طائرات الـ F-15 ونقترب مثلا من هذه أو هاتين الطائرتين سترى بأننا أمام نوعين مختلفين من الصواريخ لنقترب من هذا الصاروخ الذي تحمله طائرة الـ F-15 سنجد بأن هذا الصاروخ هو من صواريخ الـ GPU 31 هذه القنبلة أو الصاروخ يصل طبعا وزن هذا الصاروخ إلى تقريبا 910 كيلوغراما وهو صاروخ يحدث دمارا كبيرا في الأهداف التي يستهديفها ومخصص أيضا لإحداث الضرر في المنشآت الموجودة تحت الأرض والصاروخ بطبيعته غير موجه ولكنه مزود بنظام الـ JDAM الأمريكي الذي يجعل ويحول هذه القنبلة أو هذا الصاروخ من صاروخ غير موجه إلى صاروخ موجه ليزيد من طبيعة الضرر والدقة لهذا الصاروخ عندما يستهدف أهدافه كذلك أيضا نحن أمام نوع آخر من الصواريخ هنا إذا ما اقتربنا منه سنجد بأننا أمام AGM-142 Popeye هذا الصاروخ الإسرائيلي هو من الصواريخ الجو أرض هو صاروخ يصل مداه طبعا إلى 78 كيلو مترا وهو دقيق للغاية وسبق لإسرائيل أن استخدمته آلاف المرات على الأهداف الموجودة في سوريا من فوق مرتفعات الجولان أو حتى في أهداف موجودة في الداخل اللبناني يستخدم في عمليات الاختيال في ضربات كذلك موجهة إلى مخازن السلاح وغيرها وبالتالي هنا تظهر إيران أو إسرائيل عفوا الكثير من القدرات في هذا التمرين الذي نتحدث عنه وترى بأن هذه الطائرات وهي تحلق فوق المياه يوضح لك بأن التحليق يأتي فوق البحر المتوسط وأيضا أفخاء أدرع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذكر كلمة الذراعة الطويلة وهذا هو بالضبط اسم العملية التي نفذتها إسرائيل ضد جماعة الحوثي في الأسابيع القليلة الماضية والتي أدت إلى تدمير المنشآت النفطية والحيوية والموانئ الموجودة في الحديد تحديدا بالتالي باختصار أن هذا التمرين الذي قامت به إسرائيل الآن فجأة هو يأتي باتجاه البحر المتوسط وواضح بأن التمرين يهدف إلى أن تحلق هذه الطائرات على مسافة ألف كيلومتر ذهابا ألف وألف كيلومتر إيابا وبالتالي ألفي كيلومتر وهذه بالضبط هي نفس المسافة التي تحتاجها إسرائيل للتحليق فوق الأجواء السورية والعراقية للوصول إلى إيران في نهاية المطاف وواضح جدا بأن الخطة هنا بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو أن تأتي طائرات تزويد الوقود فوق الأجواء العراقية ومعها طائرات الأف خمسة وثلاثين الشبح وحتى طائرات الأف خمسة عشر ومع وجود المنظومات الدفاعية الإيرانية مثل الأس ثلاثمائة أو البافار أو غيرها هنا واضح جدا أن إسرائيل إذا استخدمت طائرات الأف خمسة وثلاثين هي ستدخل للأجواء لأننا كما قلنا غير قادر إيران على ضبطها بمنظوماتها الرادارية الخاصة بها وممكن أن توجه ضربات بهذه المنظومات وبعدها تأتي طائرات الأف خمسة عشر لتستخدم كل القنابل والإمكانيات الخاصة بها مثل الأي جي أم وان فورتي تو باباي لتحقق ضربات في الداخل الإيراني أو تقصف أو تضرب أو تستخدم القنابل التي تحدثنا عنها الثقيلة الجي بيو واحد وثلاثين من أجل ضرب بعض الأهداف الموجودة في داخل إيران وممكن للعمليات كلها أن تنفذ من الأجواء العراقية أساسا كما فعلوا في الاستهداف الأخير ردا على عملية الوعدة الصادقة الإيرانية عندما استهدفوا منظومة الأس 300 إلى جنوب منشأة ناتانزو ولكن ما هو مثير في هذه المسألة أن إيران هنا وكأنها أو إسرائيل كأنها تشير في حقيقة الأمر إلى طبيعة الضربة التي تريد تنفيذها بأن الضربة لن تكون باتجاه المفاعلات النووية ولكن ستكون باتجاه منشآت الطاقة المشآت الحيوية خاصة وأننا نلاحظ أن التسمية أولا هي تسمية الذراعة الطويلة من قبل أفخاي أدروعي في إشارة للعملية الكبيرة التي نفذتها إسرائيل على جماعة الحوثي بالإضافة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت في الأيام القليلة الماضية أصدر أوامرا بعملية مصادرة 18 ناقلة نفطية أو ناقلة نفط إيرانية مباشرة في حالة مرورها بالبحر المتوسط أو من السواحل الإسرائيلية سيقومون باحتجازها في تحرك جديد للغاية ونادر من نوعه من قبل إسرائيل وذلك بسبب أن هذه الناقلات تخالف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وعلى النفط الإيراني وبالتالي كل هذه تؤشر إلى أن إسرائيل من الممكن أن تبحث عن عملية تأتي بهذا الشكل باتجاه الخليج العربي لتستهدف من خلال هذا التحليق الموانئ الموجودة أو المشاءات النفطية الموجودة في المناطق الساحلية المطلة على البحر العربي وتحدث أو المطلة على الخليج العربي عفوا وحتى خليج عمان وبالتالي تحدث ضررا كبيرا للغاية بهذا التحليق هي ستحتاج طبعا للتحليق إلى مسافة أكثر من 2500 كيلومتر كي تصل إلى هذه المنطقة طبعا وبالتالي هي ليست عملية سهلة أبدا بالنسبة لإسرائيل إذا حلقت كل هذه المسافة لكن هذا يبدو هو الهدف وهذا هو الذي يبدو المعنى وخاصة إذا ما ألقينا نظر على طبيعة المواقع التي من الممكن لإسرائيل أن تستهدفها على سبيل المثال نرى بأننا هنا أمام منشأة بهركان هذه التي ترونها هنا هذه المنشأة مرشحة قد تكون هدفا بالنسبة للجانب الإسرائيلي لكن الأهم هي بندر عباس هذه هي المنشأة النفطية الكبيرة الموجودة في بندر عباس تشبه نوعا ما بالأقمار الصناعية صورة المنشأة الموجودة في الحديدة ترى هنا بأن هناك ميناء لا بل أننا أمام ثلاثة موانئ هي الموجودة في هذه المنطقة سترى بأننا أمام ميناء هنا وهنا وهذا هو الثالث وأنت أمام هذه المصفاء بالتالي إذا ما ضربت هذه المنطقة بأكملها نحن نتحدث عن ملايين الدولارات من الخسائر ممكن أن تتكبدها إيران بسبب هذه الضربات الإسرائيلية وقد يكون هذا أمرا كافيا للضغط أكثر على النفط وعلى المسألة المالية لإيران لأن هذه مسألة مهمة بالنسبة لإيران على مستوى صناعة الصواريخ وطائرات المسيرة أو التقدم كذلك على مستوى المفاعل النووي وهذه التطورات والتدريبات تأتي في ظل أيضا تصريحات كبيرة قادمة من وزير الخارجية الإسرائيلي لاحظ ما الذي ذكره هنا قال إذا هاجمتنا إيران نتوقع أن تنضم دول التحالف مثل بريطانيا وفرنسا إلى إسرائيل ليس فقط في الدفاع ولكن أيضا في مهاجمة أهداف مهمة في إيران وبريطانيا وفرنسا لم تعلقها حتى هذه اللحظة على هذه التصريحات القادمة من وزير الخارجية الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك أن أوسن ديفندر نشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بشكل خاص تخطط لإرسال العديد والعديد من الأسلحة وكميات كبيرة من الأسلحة لإسرائيل الأسبوع القادم وهذا يأتي بعد عملية موافقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في إرسال شحنات من الأسلحة كبيرة لصالح إسرائيل بقيمة أكثر من 20 مليار دولار وفي نفس الوقت أيضا إسرائيل أعلنت والجيش الإسرائيلي أعلن بأنه أوقف عملياته الموجودة في قطاع غزة لكن هذا لا يعني بأن إسرائيل بالضرورة تستعد لعملية التوقف أو الهدنة أو غيرها في الحرب لا أبدا هذا قد يعني ببساطة بأن القوات الرئيسية والهجومية الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة الآن ستنسحب من هذه المنطقة تستبدل بقوات احتياطية وهذه القوات الرئيسية ستنضم إلى القوات المنتشرة في الشمال الإسرائيلي للاستعداد لمعركة مقبلة ضد حزب الله اللبناني في ظل أن إسرائيل الأسبوع الماضي بدأت باستخدام القنابل الارتجاجية في توجيه ضرباتها على عدد من البنى التحتية الخاصة في حزب الله اللبناني بعد أن ضربت الكثير من البنى التحتية المتعلقة بالكهرباء والماء الموجودة في الجنوب لجعل الأمور صعبة على حزب الله اللبناني ونلاحظ هنا أن الأربع وعشرين ساعتنا الماضية شهدت أيضا ضربات على مستودعات للأسلحة من قبل الجانب الإسرائيلي على حزب الله وواحدة من الضربات جاءت باتجاه بلدة تول اللبنانية وتلاحظ هذه الضربة لم تكن واضحة ولكن من الأرض كانت الصورة واضحة لطبيعة هذا الاستهداف وسنلاحظ هنا بأننا أمام نقطة كما هو واضح مبنى هنا مع طريق فرعي وهذه منشأة كبيرة كما نلاحظ هنا مساحة مفتوحة وهذا هو المبنى المستهدف من قبل الجانب الإسرائيلي وقالت إسرائيل أن هذا مستودع للسلاح وبلدة تول هي تقع أساسا خلف النهر الليطاني وهذا له مسائل استراتيجية مهمة للغاية إذا ما ذهبنا للقمر الصناعي بعد أخذ كل الإشارات والمؤشرات لكي نعرف أين يقع هذا الموقع سنرى بأننا أمام بلدة تول التي تحدثنا عنها وسنرى بأننا أمام هذه النقطة تحديدا من هذه المنشآت إلى اليمين قليلا سترى أن هذه هي النقطة التي ضربتها إسرائيل وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات هذا هو المبنى الجانبي هذا هو الطريق وهذه هي المنشأة التي كانت ظاهرة أمامنا وهذا هو المبنى الواضح بأنه كان مستهدف من قبل إسرائيل والذي تقول إسرائيل بأن حزب الله اللبناني كان يخزن أسيحة في هذه النقطة بالتالي هذه لها حسابات استراتيجية ضرب المخازن خلف النهر الليطاني له حسابات كبيرة للغاية وأيضا في نفس الوقت أن معهد ألمى الإسرائيلي كشف بأن المنطقة القريبة من هذه النقطة التي استهدفتها عبارة عن منطقة وشبكة كبيرة من الأنفاق لا بل إنهم رسموا خارطة لطبيعة الأنفاق الموجودة في هذه الجغرافيا ووضحوا بأن أنفاق حزب الله اللبناني تمتد بهذه الطريقة وهذا يكشف عن خارطة الأنفاق هو يأتي بعدما استعرض حزب الله اللبناني الصواريخ والأنفاق الخاصة به وأظهر قدراته الاستراتيجية وصواريخه الباليستية التي من الممكن أن تنطلق على إسرائيل وأن تحدث ضررا كبيرا في الداخل الإسرائيلي كما يقول طبعا حزب الله اللبناني بالتالي بشكل عام هنا نرى بأننا أمام معركة مستمرة في هذه المنطقة النهر الليطاني تقريبا يأتي بهذا الشكل ونحن نتحدث عن ضربات مستمرة خلف النهر الليطاني وكذلك في هذه المناطق الجنوبية في محاولة لإبعاد أي عملية إمداد أو إسناد بالأسلحة أو بالرجال أو حتى من قوات الرضوان القوات الخاصة في حزب الله اللبناني من أجل إضعاف حزب الله قدر الإمكان للاستعداد لعملية اقتحام قادمة ومرشحة جدا أن تحدث بين إسرائيل وحزب الله لأن إسرائيل عانت الكثير من حزب الله اللبناني كما تتحدث وتريد أن تطبق أيضا القرار 1701 لأن حزب الله بحاجة ضمن هذا القرار أن ينسحب خلف النهر الليطاني وهذا هو الغير حاضر حتى هذه اللحظة كذلك ما هو مثيل للانتباه أن مع إيقاف العمليات التي جرت في قطاع غزة كما نتحدث من قبل الجانب الإسرائيلي انقطع التيار الكهربائي بالكامل في لبنان وقطاع التيار الكهربائي هو يأتي بسبب أن معمل الزهراني والوحدات الإنتاجية المتبقية فيه لم يتمكن من إنتاج المزيد أو التغذية الكهربائية بسبب أن النقص هناك أصبح نقص في الغاز أويل الموجود الخاص به وبالتالي انقطع التيار الكهربائي بالكامل على لبنان طبعا إسرائيل ليست السبب الرئيسي في هذه المسألة هي أزمة منذ عام 2019 لديهم مشكلة في الاحتياطية الأجنبي تحديدا ومشكلة في شراء الغاز وغيرها وبالتالي بقيت الأمور معلقة مشاكل بين المصرف اللبناني والحكومة اللبنانية عدم مقدرتهم على دفع ديون من ضمنها ديون مرتبطة بالحكومة العراقية لكن أيضا في نفس الوقت لا بد أن ننتبه أن إسرائيل قبل شهرين تقريبا بين العاشر والحادي عشر من يونيو قاموا باستهداف على الحدود السورية اللبنانية في الداخل اللبناني استهدفوا في هرمل تحديدا ناقلات للنفط وقتل فيها ثلاثة عناصر من حزب الله اللبناني وهذا هو قد يكون جزء من زيادة المعاناة الحاضرة وطبعا هذه كانت لقطات النار المشتعلة في ذلك الوقت من إشعال النقلات النفطية بالتالي إسرائيل تعلم أن تحويل المنطقة بهذا الشكل اللبنان بأكملها بهذا الشكل يعني سيؤثر على حزب الله كثيرا سيؤثر على حزب الله على العديد والعديد من المستويات على مستوى الاتصالات على مستوى الرؤية ولن تكون الأمور سهلة بلا كهرباء بكل تأكيد بالتالي مؤشرات الحرب قد تكون أكثر باتجاه لبنان مما هي عليه من إيران المتأنية جدا في عملية انتقامها ضد إسرائيل ترجمة نانسي قنقر